السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كنشكركم جزيل شكرا على حسن المتابعة ودائما كنرحب بكم على قناة سعاد تيفي اليوم شاء الله غادي نتقسم معاكم مسمنا حلوة معمرة بالكوكو بطريقة زوينة بزاف بطريقة اللي سهلة ما غاديش تخرج لكم الحشوة نهائيا وما غاديش تقطع لكم نهائيا الكوكو ما غاديش يقطع لكم نهائيا العجينة كنتمنا شاء الله تبعوا معايا تعرفوا على المكونات وعلى طريقة التحضير ومتأكدة ان شاء الله غا تعجبكم هالطريقة وغا تستمتعوا ان شاء الله بيها كدش مرقة وشيشة ورائعة جدا نتمنى ان شاء الله تبعوها معايا باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير فبسم الله وعلى بركة الله على بركة الله غادي نحتاجو كأس من الماء الدافئ ما يعادل 150 ميلي لتر غادي نوضعو على الماء الدافئ رشة خفيفة من خميرة الخبز غير شيشة خفيفة ما تكتروش ما بغيناش العجين يخمر بغينا غير العجينة تجيناه شيشة وتجيناه زوينا معلقة صغيرة من السكر اللي ممكن تعودوها بمعلقة صغيرة من العسل معلقة صغيرة من الزيت النباتي رشة من الملح او قبيصة ديال الملحة ما تكتروش بزاف غادي نوضعو ايضا نصف كأس من الفينو او السميد الناعم جدا او دقيق سبيسيال اذا ما متوفرش غادي تعاوضوه بالدقيق العادي او الفرص العادي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات غادي نخلط السوائل مع نصف كأس ديال الفينو قليلا او غادي نبدأ نضيف الدقيق تدريجيا غادي نبدأ نضيفه الدقيق تدريجيا ما نضيفوه شمرة واحدة نضيفوه احنا كنجمعو العجين بنسبة للمجموع ديال الدقيق فالعجينة رفدت لي جوش كؤوس ونصف ممكن ترفضليكم اقل بشوية او اكتر بشوية كنجمعو العجينة وكندلكوها قليلا غير بيدينا هكا غير كنديوها ونجيبوها ومباشرة غادي نحطوها على سطح العمل ونقسمو العجين ديالنا انا قسمت العجين الى ثلاثة ديال الكويرات غادي نشكلهم يكونوا قد بعضهم هنا باش ربحو الوقت ما رتحناش العجينة المرة الاولى رتحناها غا رتحوها ان شاء الله من بعد ما نكوروها باش كالربحو الوقت غادي بعد ما ما كورتهم غادي ندهان يديا بزيت وغادي ندهال الكويرات من برا اما في الاول حاولت نقسمهم بلا ما نعمل الزيت باش اللي عجينة من الداخل كتبقى مزيانة وكتجي متماسكة ما كي قطع الناشي الزيت غادي نغطى بالسلوفان ونخلي الكويرات علاجانة بيرتحوا لي المدة ديال عشر حتى الخمستاشر دقيقة وغادي ندوب الزبدة فدوبت ستين غرام ديال الزبدة خلطتها مع الزيت وغادي نوضع ملعقة ديال الناشا غادي نخلطهم قليلا اذا ما بتوفرش الناشا استغنوا عليها او عوضوها بخميرات الحلويات والكويرات كيف كتشوفوه في هاد الاثناء ارتاحوا بمزيان دابا غادي ندهان سطح العمل بالزيت كان اكد سطح العمل غادي ندهنوه بالزيت ونطلقو الكويرات ديالنا ومن الواسط غادي نورقوه بالخليط ديال الزبدة والزيت مع الناشا دهن هكا واحد دهنة خفيفة بالخليط بالنسبة للعجينة فهي عجينة زوينة وخط تقطع مش مشكلة بالنسبة هي ما كتتقطعش لكن اذا اطلقتوها مثلا بسرعة او مثلا قصتوها بيديكم فحلا كتقطع واحد شوية ولكن من بعد كتطوها ما كتبقاش بينا غادي نطوي الكويرات بالشكل ديال المسمنة عادي جدا هي كنحاولو نجبدو باش كيجينا المسمن ديالنا ارقيق كنطلق مزيان مزيان ودائما ركزوغي على الجوانب من بعد دهنو بزبدة والزيت ونطويه بالطريقة ديال المسمن العادي جدا غادي نحط المسمنة الاولى على جانب وغادي ناخد الكويرات الثانية وغادي نطلقها بنافس الشكل اللي طلقت الاولى ولكن ما غاديش نطويها في هاد الاثناء دابا من بعد ما كنطلقوها كندهنوها بالزبدة والزيت مع الناشا ما غاديش نطويها غادي نحط المسمنة الاولى وندهنها بالزبدة والزيت وغادي نطوي عليها يعني ما غاديش نطويها ببحديتها هكا غادي نديرو مسمنة وسط مسمنة ونطويه بهات الشكل ودائما قبل ما كان طوي وكندهنوه بالزبدة والزيت من بعد ما قد ديك المسمنة بهات الشكل غادي نحطها على جانب وغادي نطلق الكويرات ثالثة بنفس الشكل كنتلقو غير بالزيت لان الحل اولى الجو اذا كان بارد الزبدة كتلسق لنا في سطح العامل وكتقطع علينا العجين من بعد ما قد نطلقو الكويرا كناخدو الخليط ديال الزبدة والزيت والناشا كندهنو العجينة وكنحطو المسمنة الدين اللي عدنا وسط وحدة في الواسط وكنعاودو نحطو فوقها الزيت والزبدة وكنطويه بهات الشكل وانحنا كنطويه وكنجبدو بشكل جيد وقبل ما كنطويه ضروري كندهنو بالخليط ديال الزيت والزبدة اذا بغيتو تزيدو في الكمية ديال الناشا مثلا تدهنو وترشو انشا ممكن المسمنة ديالنا صبحت جاهزة يعني ما شاء الله مسمنة اللي كبيرة غادي نحطها على جانب غادي نغطيها بالسلوف ونخليوها ترتاح وحد شوية باش تطلق لنا ان شاء الله بسهولة باش نعمل عشرة ديال الضقايات كتكون اللي عجينة تلقاها تراسها وضروري تكون مغطيها واذا بغيتوها يعني اطلق لكم راسها بسرعة حطوها في مكان دافئ غادي نحتاجو هنايا كاس ديال الكوكو اللي محمر ومهرمش اما تحيدو له القشر او لا تخليوها بالقشر دياله ومعلقة كبيرة مسكر غلاسي او لا سكر سقيل اذا ما عزيزاش عليكم حلا وستغنو عليها بالنسبة الكوكو هو الفول السوداني ممكن تعاوضوه باللوس اذا عزيز عليكم اللوس او لا متوفر عندكم اللوس ممكن تعمرو باللوس اذا ما متوفرش خدو غير الكوكو بالنسبة الكاس يعني كاس واحد تقريبا هكك 150 غرام كنحمروه ونهرمشوه بغيتو تهرمشوه بقشور وهرمشوه بغيتو يعني تنقي واهم من القشور نقي واهم مش مشكي يعني القشور معنو مش شي دور كبير كنطلق المسمنة ديالي بشكل جيد وكان رققها على سطح العامل وكن ناخد القطع ديال الزبدة بالنسبة الزبدة هذه الزبدة ديال العبر يعني الزبدة من الحبش كتجيبنينا اذا بغيتو ما تعملوها شي ما تعملوها شي وغادي ناخد الكاس ديال الكوكو اللي محمر ومطحون وغادي نخويه في الواسط ديال هاد المسمنة بهات الشكل وما توصلوش للجوانب غير في الواسط على القيص ديال الصينية وغادي ناخد المعلقة ديال السكر غلاسي وغادي هكي يعني ان نوزعها فوق الكوكو وغادي دبا بدن نجمع العجينة وغادي نجمعها بواحد طريقة اللي ما غاديش نحاودو نطلقو هاد العجينة يعني غادي نجمعوها مزيان وغادي نشدو على الكوكو بحيط الكوكو كيجينا في الواسط كحشوة وكيجي معلق وكيجي زوين ومسمنا ديال ناكت جي مومتازة وفي هاد الاتناء شو علو على الفران ديالكم حيط في المورقات الفران خصو يكون سخون بزاف بزاف كان طوي الجوانب بهات الشكل وكان حاول نجبد العجينة بحيط ترقق ليام الجوانب وكان طوي بهات الشكل كان حاولو نجمعوه ولكن نبقى محافظين اعلاء الشكل ديال المسمنا وتبقى ان المسمنا ديالنا مورقة من الواسط كنشدها كي يعني العجينة مرتاحة كتتمدد وكان حاولها كي يعني نصد المسمنا بهات الطريقة طريقة اللي زوينا بزاف وكيجي مسمن مومتاز والحشوة ما كتخرج ما كتقطع عجينة غدي ناخدو اي صينية اللي ممكن تطيبو فيها انا غدي ناخد هات الصينية اللي قدها غدي تكون المسمنا اه بنسبة لهات الصينية اه غالبا ما القيص ديالها تسعود وعشر على تسعتاشر سانتي غدي نحط المسمنا بهات الشكل وغدي نحاول دبا نقرسها غير بشوية ترقق ليه من الجوانب متخافوش نهائيا الحشوة ديال الكوكو ما كتخروش نهائيا وكتجي يعني الكوكو كيجي كيبقى في الواسط مباشرة من بعد ما كنسرح المسمنا في الصينية غدي ناخد الاسفر ديال البيض غدي نطربو قليلا وغدي ندهن به الوجه بشكل جيد مباشرة من بعد ما غدي ندهن الوجه بالبيض غدي ندخل المسمنا ديالي للفران اللي مسخن مزيان مزيان من قبل ومشعول غير من الاسفل نار شوية مرتفعة ما يكونش النار هادية دائما في المورقات الفران يكون سخن والنار تكون متوسطة او مجهدة شوية باش المسمن ديالنا كيتورق وكيجي مقرمش اذا كان الفران بارد وكانت النار منخافضة فغدي المسمن يجيكم قاسح ويجيكم مجلد المسمنة ديالي اخدت لي تقريبا عشرين دقيقة ما كتاخدش وقت الطويل في الفران كتنفخ ما شاء الله وكيجي مورقة اذا شتوها يعني طابت من الاسفل انتفخات ونقص الحمرية من الوجه فزيدو حمروها فانا الفران غير مشعول من الاسفل طيبها من الاسفل وحمرها من على الوجه لكن كل الفران وطيابه من بعد ما تجبدوها وهي بقا سخونة دهنوها بالعاسل ورشوها بالكوكو تزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حساب الرغبة والمتوفر وهذا الشكل ديالي مسمنا غادي نقسمها معاكم بشوفوا قوامها كيجي من الداخل فماشاء الله كتجي من القرمشة كتجي جمعة مبيل القرمشة والهاشاشة وورطيت با من داخل والحشوة كتجي معلكة فكتجي رائع شكلا ومداقا وقواما كتجي مسمنا مسمنا اللي رائع جدا كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها فعلا كتستحق التجريبة غتستمتعوا بها ان شاء الله وغتعجبكم وغتسهل عليكم وكندرب لكم ان شاء الله موعد فيديو اخر بحول الله مع وصفة او اقتراح جديد كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم نكون خفيفة ضريفة على قلبكم كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية مرحبا باي تساؤل اي استفسار ومرحبا ايضا بتطبيقاتكم على صفحتي على الانستجرام او الفيسبوك سعاد بوان تيفي فكنتمنى لكم دائما كل ما هو جميل ودوام الصحة والعافية دمتم في رعاية الرحمن اشتركوا في القناة